حسام غالي بيدرس الانضمام للمنتخب المصري بعد تجاهل مستر مانويل جوزي مستر مانويل الفترة اللي فاتت بعده خالص عن التأسيمات مش حطه في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي يعني بيتمرن بس تسخين يسخن مع الفرقة ويعمل تدريبات بدنية اول ما يبقى فيه كورة او فيه تأسيمة او شغل تكتيكي بالنسبة النادي الأهلي مستر مانويل بيجنب حسام غالي التدريبات ومستر مانويل استبعت حسام غالي من اللقاء القادم فحسام عايز يستفاد من الفترة دي وينضم المنتخب مصر المنتخب مصر عنده مباراة مع لبنان يوم 11 وبعد كده هيكون في معسكر احتمالي كبير يكون في المغرب فحسام عايز ينضم المنتخب لكن هنا النقطة هل مستر برادلي المدير الفني المنتخب مصر هياخد حسام غالي وبعد مستر مانويل جوزي بيعاقب حسام غالي وبيستبعده من لقاءة الرسمية للنادي الأهلي طبعا هتبقى الموضوع صعب شوية يعني مستر برادلي يعني دايما معاودنا في الفترة اللي فاتت ان اي لعيب بيبقى عنده عقوبة من الجهاز الفني النادي ما بياخدوش او ما بيضموش لمنتخب مصر شوفنا الفترة اللي فاتت لما شيكابالا غاب قبل مباراة افريكا سبورت مباراة العودة وكابتن حسن شحاتها وكابتن اسمعيل والجهاز الفني النادي الزمالك استبعده مستر برادلي برضو استبعده من منتخب مصر فهل مستر برادلي مع حسام غالي بعد ما مستر مانول زعلان منه وبيعقبه وبيستبعده من اللقاءات الرسمية الافريقية للنادي الأهلي هل مستر برادلي هياخده؟ هنا السؤال وحنشوف ايه اللي هيحصل احنا طبعا ما نقدرش نقول اه او لا هو مستر برادلي هو اللي يقدر يقول اه او لا الاهلي بيستغنى عن خدمات محمد طلعت